ترجمة نانسي قنقر بإعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة وأكدت أن إعادة فتح باب التسجيل مجددا يساعد الشركات بمختلف أحجامها على توفير الدعم الائتماني للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة في مواجهة تفشيج فيروس كورونا وأشارت الغرفة في الوقت ذاته إلى أنه بالرغم من التداعيات إلا أن هناك تفاؤلا بقدرة البحرين على مواصلة طريق التنمية نحو مستقبل اقتصادي واعد منسجم ومتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030